أجرت السلطات المحلية في محافظة تعز مناقصة لتوريد مولد لمستشفى الثورة لتشغيل محطة الأكسجين وقال وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية مهيب الحكيمي إنه تم فتح مظارف توريد مولد لمستشفى الثورة لتشغيل محطة الأكسجين بطاقتها للقصوى إضافة إلى تشغيل بعض أقسام مستشفى الثورة اليوم تم فتح مظارف توريد مولد لمستشفى الثورة وهذا يعطي استقابتها سريعة من محافظة محافظة الأستاذ نبيل شمسان لتشغيل محطة الأكسيجين في طاقتها القصوى في ثلاث ورديات إضافة إلى تشغيل بعض أقسام كليات بعض أقسام مستشفى الثورة المناقصة كانت سريعة ومناقصة محدودة تم اختار خمسة مقاولين موردين الشركات كانت تقدمت من قبل عروض السعار وتم اليوم فتح المظارف موردين الشركات كانت تقدمت من قبل عروض السعار